دعوني أسترد مع حضرتكم ومع جمهور السادسة هذا حقيقة هذا على الفيسبوك ودعي انستجرام على انستجرام طبعا مارسل كولر من دقيقة بسيطة جدا تحديدا من 3 دقيقة كتب على الانستجرام على صفحته سعيد لأنني تمكنت من إيصال أفكاري وفلسفتي للفريق في الوقت القصير هذا من خلال العمل الجاد والمكثف وأن العابين بيقوموا بتطبيقه بشكل أفضل يوم بعد يوم يجب علينا جميعا أن نواصل العمل معا حتى لنفقد التركيز من أجل تحقيق المزيد من أهدفنا وطموحاتنا شكرا لكل من ساهم في هذا النجاح مدرب ناديكم بتوقيع طبعا مارسل كولر الحقيقة يمكن أعتقد إنجاز كبير جدا ليه أنه يبدأ مشواره مع الأهلي بتحقيق بطولة تالي برضو بيبقى محتاج المدير الفني يحس بترجمة الشغل بتاعه لنجاح والهدف بتحقيق بطولة وبتديره أريحية بشكل جيدة بتخلصه بشكل كبير جدا من أكيد فيه ضغوط مهما كان اسمه ومهما كان خبرته ومهما كان السي بي قوي يا كابتن ماهر وبتيجي تشتغل في نادي الجماهيري وتحطي تحت ضغط جماهير بحجم نادي الأهلي شوية بتبقى عليك نوعا ما ضغوط لما تحقق أول لقب وبيتجيب أول بطولة بترتاح وبتهدأ وتقدر تشتغل كمان بشكل أفضل بعد كده